أهلا بكم حسم في حلب ترون في الحكومة وتقدم للسيرة الانتخابية 60% من مساحة حلب تعود إلى النظام وال60% بالقانون يعيد لبنان 56 سنة إلى الوراء مع رغوة تصاريح غير صالحة للجزم الانتخابي والطريق التي سيسلكها وعدم وضع النقاط على الحروف يفرز الحروب الصغيرة سواء انتخابيا أم حكوميا حيث بقيت دعوة الأب أبناءه صدا في قصر وبيانا على ورق ولما كانت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أبناءه محصورة بالنائب سليمان فرنجي فإنها لم تتطور إلى مستوى اللقاء بين الطرفين علما أنها لم تكن تتطلب سوى هاتف من الأب للإبن لينتزع عقدة تقف في طريق التأليف عبر بحث الهواجس مباشرة وليس عبر بريد المكتب الإعلامي السريع عندئذ فإن فرنجي الذي قدم تسهيلات رئاسية ليبخل في تنزيلات حكومية هو دور يطلع به رئيس البلاد على اعتبار أنه وصل إلى سدة الرئاسة بشعار بي الكل أما الرئيس المكلف سعد الحريري فإن موقعه ليخوله أكثر من طرح لائحته الإسمية وهو على ما تقول معلومات الجديد مستعد للسير في أي قرار أو مبادرة يتخذها رئيس الجمهورية ومع ذلك فإن أي مبادرة من الحريري ستقرأ على غير مراميها وستوضع في إطار مذهبي تحديدا إذا ما جاءت صدامية مع الرئيس نبيه بري ومن الحكمة أن الرئيس المكلف كلف رئيس الجمهورية وفوض إليه التصرف على أن يكون تحت سقف قرار الرئاسة الأولى وإذا كان الحريري تجنب حاجز بري في الحكومة فإنه انتزع منه بساطة قانون الستين لكن هذا الجدل أيضا سيحتاج إلى حسم رئاسي من الدرجة الأولى فرئيس الجمهورية أقسم اليمين على حفظ الدستور وهو اليوم يلمس بعد شهر رئاسي أن الجميع يدوس الدستور ويحلف بمواده ويقلط القوانين الانتخابية التي تستعيد روح غازي كنعان وعفاريت رستم غزيلي وتقسيمات الستين وتعرج على النسبية النصفية في أغرب مسجن انتخابي هجين 17 مشروعا واقتراح قانون تلعب في ساحة النجم مصارعة انتخابية والرئيس نبيه بري تحديدا يدرك أن السنوات الستة الماضية أعطت فشلا ذريعا في التوصل إلى صيغة واحدة فهل ما تبقى من أشهر قليل اليوم سيكفي لإنتاج قانون يرضي الجميع هي المهمة المستحيلة التي ستقود لمجلس الممدد مرتين إلى تمديد ثالث أو في أحسن الأحوال إلى تمديد مموه عبر انتخابات تنتج الطبقة نفسها بقانون الستين هنا هل يمسك رئيس الجمهورية بخيط الدستور ويفرضه على الشلة السياسية السيرة في أحكامه ويدعو الجميع إلى قانون انتخابي ينطق بما يقوله الدستور أم يترك شياطين التفاصيل تتحكم بالقوانين السبعة عشر في مجلس النواب الأسئلة نفسها لم تعد تجدي بل هو الحسم الذي يستلزم خيارات واضحة سواء بالتوافق مع رئيس المجلس أو بانتفاضة رئيس الجمهورية عليه والرئيس يحميه الدستور الذي يقول بالنسبية والمحافظات وأي شخصية سياسية تخالف الدستور ستصنف ضمن كاسري قواعده والأمر لك فخامة الرئيس